السلام عليكم معكم اخوكم محمد عاصم واهلا وسهلا بكم في القناة اول حاجة انا عايز اتكلم معكم كده في نقطة بسيطة وهي اننا مع حضراتكم واحنا مع بعض بقالنا خمس سنين على القناة والحقيقة اننا تأكدت رسميا ان القناة متعرضة لحملة ريبورتات ممنهجة ومنظمة مش واحد ولا اثنين لا في حملة ريبورتات فعلا وانا تأكدت بمنتهى المصداقية بشكل رسمي ان القناة متعرضة للحملة دي فما فيش اي حاجة هتقدر توقف الكلام ده غير دعموكم للقناة هو يعني اللغاريتم بتاع اليوتيوب ما بيفهمش غير اللايك والشير هو اللي بيقدر يدعم الموضوع ده كل ما حضراتكم بتدوسوا لايك فبيقدر ده انه هو يقف قدام الكلام ده فكل اللي انا بقول لحضراتكم انتو اللي عملتوا القناة وانتو اللي قومتوا القناة الفترة اللي جاية مش الفيديو ده بس بطلب من حضراتكم ان انتو لو انتو حابين ان القناة تستمر فان كنتو تقدروا تعملوا لايك اكون شكر ليكم وتعملوا شير للقناة والفيديوهات اللي انتو شايفينها مناسبة لان ده حيفرق كتير جدا في الفترة اللي جاية النقطة التانية اللي هي موضوع الفيديو سبق يا جماعة وان احنا شفنا مؤخرا عشان برضو ببقى لازم احريص بقى في الفترة اللي جاية شوية على الكلمات عشان فيه ناس بتستضلي في كل كلمة وبتعمل عليها ريبورتات ان فيه فيلم معين اتمنع في بعض الدول العربية زي مصر والسعودية ودول لان هو بيدي احاقات معينة وانتو فاهمين الاحاقات دي واصبح الموضوع بشكل مباشر ان هم عايزين يطلعوا في الاطفال احاقات وينموا ويغزوا جوه الاطفال موضوع بالشكل ده ولكن ده مش اول فيلم على فكرة للأسف الشديد ان الاطفال في كل الدول عندنا في رسائل مشفرة بين قوي قوي للاطفال ممكن ياخدوا بالهم منهم لان الاطفال اولا عندوهم قوة ملاحظة غير عادية اقوى مننا الحاجة التانية ان الطفل اللي بيتعود عليه من وهو صغير بينشأ ده بالنسبة له بيبقى عادي يعني انت لو حد جيه قالك على حاجة انت ما نشأتش عليها وانت طفل فبالنسبة لك هتبقى شيء غريب ولكن الطفل لو نشأ على حاجة من وهو صغير فهو شافها اترسخت في دماغه واصبحت عادي والنهار ده بقولي لحضراتكم مجموعة رسائل مشفرة خطيرة موجودة في افلام ديزني الافلام الكارتون ولكن ده يكون درس كبير لنا علشان نشوف كويس قوي من المشهد الاول للمشهد الاخير الخطة ماشي ازاي الاول كده عندنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف عندنا من اول عندنا مجموعة افلام او الفيلم بيمبي اللي في سنة 1942 بصوا اللي الغزالة اللي معروفة اللي في وسط الغابة اللي كانت تاهت وضاعت وهنا بقى لما نيجي نبص على المشاهد دي مشاهد جميلة ولطيفة زي ما انتو شايفين ولكن بصوا هنا بقى السنجاب والسنجابة ركزوا بقى كده بصوا السنجابة والسنجاب بصوا يعني ايه ده اخدين بالكم بصوا تاني انتو فاكرين المشهد عادي لا يا جماعة المشهد مش عادي يعني بصوا حالة التضفق الدم اللي حصلت امامكم وبصوا الجسم تحول ازاي اظن واضح قوي الايحاقات اللي مقصود بيها هنا في الكبلة بتاعت دي اول مشهد بورير كده لحضركم بصوا ايحاقات غريبة جدا يعني كان ممكن بص عادية لا لازم يطلع لك تضفق الدم عندنا في الف تسعمائة سبعة وسبعين الفيلم بصوا بقى هنا اهو ايه دي مجموعة الحيوانات بتمثل هنا وادي المشهد امامكم اهو ما لفتش بقى نظاركم حاجة ايه دي اهو الفيلم تاني ركزوا بقى كده بصوا ايه ده اهو ايه ده بقى ايه ده ايه ده ايه اللي يجيب مشهد واحدة يعني انا اسف جدا ما اقصدش حاجة بس ايه اللي يجيب بصورة مشهد واحدة طابعية يعني مش كارتونية جماعة دي صورة يعني شوفوا الرسالة المشفرة ما هو الطفل اللي ممكن بياخد باله منه من الحاجات دي كويس اوي اوي اوعد هتخيلوا ان الطفل مش حيبقى واخد باله لا ده واخد باله كويس جدا ايه اللي شايفه ده قدامه ده اهو شي غريب جدا ايه ده ايه ده بجد ده وصورة عادية نيجي عندنا هنا في 1988 ادي الفيلم الشهير اللي هو هو فريمد روجر رابيت الفيلم ده يعني من اول واخره اصلا صاحبة الفستان الاحمر اللي بتغزي طبيعي في الطفل او في الطفلة المشهد ده اللي هي الحسناء الجميلة ده فيلم يا جماعة انا بقول لكم افلام كارتون مش افلام بلاس 18 لا دي افلام كارتون يعني ما تستغربش بص بص ده مشهد واحد ده واحد طبيعي ده واحد عادي ده مش ممكن يا جماعة ده ده ظهر واحد طبيعي يعني هو هنا بقى بيخلط لك مش خلى الموضوع انيميشن ده خلط لك الواقعي بالانيميشن عشان يدي حالة وجدانية او يعيش الطفل الفيلم يعني هو الطفل من وهو صغير قد كده قصة طفل بيتفرج على الحاجات دي بالنسبة له بقى خلاص مفيش بقى بلاس 18 اهو بصوا المصيبة بقى مش على كده وبس لا ده بصوا حواليكم الكارسة انا اسف جدا يعني للمشهد ايه ده انا مش قادر يا جماعة انزل بالمشهد يعني اهو ايه ده انتو متخيلين يا جماعة ان ده في فيلم اطفال انتو متخيلين انا مش عايز اعيده تاني انتو متخيلين ان ده فيلم اطفال انا عامل بتاع السودا دي انتو متخيلين ان دي افلام اطفال افلام اناميشن طيب ندخل هنا على دا ليون كينج دا ليون كينج دا من اشهر الافلام اللي في الدنيا كلها اظن وفيلم حظى يعني خد شعبية رائعة جدا الف تسعمائة اربعة وتسعين فيلم كان من الافلام اللي خد شهرة كبيرة جدا بصوا بقى هنا الملك الاسد وهو قاعد في لحظة تأمل ركزوا بقى بصوا السحابة اللي كتبت ايه اس اي اكس ساكس يعني هو قاعد الاسد دماغه بتفكر في كده هو عاوز يديلك فالطفل هيقعد يدور على كلمة معنى كلمة ساكس فبالتالي هيلاقيها فده بالتالي هو المترصخ يا جماعة انا مش بتكلم معاكم يعني ممكن تكون الافكار دي هي افكار طبيعية جدا للبشر لان احنا بشر وبنحس بالافكار دا لكن ما بننضج لما بنكبر لكن الطفل ما عندوش كده هو بقى جيه وبيديله الافكار دي من وهو اهو فجوه بقى عديلولك قالولك لا 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 لأ انتم فهمتونه غلط يا جماعة دي ما كانش ديزني بقى ردت على الموضوع دي قالت دي اس اف اكس ولكن لما نيجي نبص لها طبعا اس اف اكس يعني يا ليه كلمة تانية لكن لما نيجي نبص لها دي مش اف دي واضح قوي ان هي ايه ساكس اهي قدامكم بل مش كده او بس طب حواريكو بقى الطامة الكبرى نبص بقى كده على المنظر ده بزمتك ده بص على المنظر ده ده منظر اسد صح? بس ده برضو مش منظر اسد المنظر ده منظر واحدة عارية من ظهرها طب بصوا كده اهو اهو يعني انا ما اختلفتش معاك اهو في حاجة ادي اهو الاسد شوفوا التلاعب بالشكل عامل ازاي هنا هو مطلع تماما انه هو منظر اسد لكن هو في الحقيقة بصوا المنظر اهو يفرق ايه عن كده اهو امام كل ميفرقش اي حاجة طيب خليني كده نكمل هنا في الف تسعمائة تسعة وتسعين انا ملحقتش ان انا اشوف اه بصوا بقى هنا هيقول ايه في الفيلم ده انا اسف ما اقدرش شيء اترجم عشان ممكن حد يقول لي انزلي بالترجمة لا انا مش هينف عنزل بالترجمة انا مش هينف عنزل بالترجمة انتو سمعتوا بنفسكم يعني هعيدوا تاني علشان انا مش هينف عنزل بالترجمة عشان ممكن يعني اليوتيوب يعمل معي حاجة وفي نفس الوراء قلت الترجمة على فكرة انا مش جاي بكلام من عندي ده فيلم كارتون بتزعل الاطفال اهو بصوا عندنا بقى هنا لما الفيلم ده من الافلام الجميلة جدا اللي انا برضو كنت بحبها لانا بيحبه برضو افلام ما فيه طب ملاحظتش حاجة اللي يخلي شعرها من هنا يعمل حرف اس ولي يخلي شعرها من هنا يعمل حرف اكس رغم ان هنا مش جاي بالاكس طب لما نيجي نعدل الصورة لا مش اس اف اكس فروزن بصوا بقى في فروزن ده فيه بقى حاجة كده يعني فيلم طبعا برضو ده من الافلام المشهورة وهنا فيه مشهد للبطل والبطلة وهو البطل حوريه لكم دلوقتي حالا وهو بيقول لها لحاجات المحببة والمفضلة اكلتك المفضلة ايه sans Physics ما عرفش ايهه اه و اكليت سانيه واحدة دانية اه باست فريند نكيه كذا 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 طب بيسألها هنا بقى سؤال يعني أظن بيني قوي أنا أقول لكم الحاجات فوت سايز فوت سايز دازن ماتر فوت سايز هي في كل حاجة بتجاوب لكن هنا فوت سايز فوت سايز دازن ماتر بصوا هنا بقى فيلم كارز فيلم كارز طبعا يعني كلنا شوفناها برضو فيلم الأفلام الحلوة قوي قوي لكن بقى هنا فيه بقى مشهد ده بقى بيعني جايين لكم بصوا جماعة هو يقولوا هل الأطفال كده إيه يالله يالله وشوفوا طبعا فيلم خد شعبية كبيرة جدا وعلاف الأطفال شافوه أو ملايين الأطفال عفوا بصوا هنا بقى أهو طبعا عارفين معناها يعني ملايين لكم بصوا جدا عادي العربية بتتجه كده ملايين لكم بصوا يعني باينة قوي قوي الجماعة باينة جدا التلاعب عايزين يخلوا الأطفال يطلعوا لأ دي مش كل الحاجات دي صدفة الحاجات دي مش كلها مطلعانها صدفة لأ في رسائل مشفرة بتترمي للأطفال علشان يطلعوا متبرمجين على كده فنخلي بقى لنا كويس جدا جدا من أطفالنا وهم بيتفرجوا حتى لو على أفلام أنيميشن لازم يقف شايفين الفيلم الأنيميشن ده كويس هل فيه أي حاجة ولا لا شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو ما ننساش بقى يا جماعة الدعم باللايك ومرة تانية ربنا يخليكم ليا شكرا مرة تانية على المشاهدة واشوفكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة